الميزين المشاصر جماعي بجماعتين حرودة من الأغلبية اليوم كما كتشوفون عن عقدت الدورة هذي فحل جو ستنائي بحكم مقتضيات اللي جات بها المرسل السيد وزير الداخلي الموجه للسادة الولادة العمال لأن الدورة من عقدت كما كيقول قانون في الأسبوع الأول من الشهر وتطبيق الأحكام أو التوجيهات لجات في ذلك المرسلة فان عقدت اليوم 18 يعني سوفت شروط القانونية ديالها طيب قال لما جاء كما قلت في مرسل السيد وزير الداخلي وهذا الدورة هذي كما كنتشوفو تطرح فيها النظام الداخلي ديال مجلس جماعتي الحرودة طيب قال لما داتني وتكثير من القانون التنظيمي 13-17 متعلق بجماعة المحلية وتم تصويت عليه بالأغلبية المطلقة الأصوات معبر عنها اليوم لاحظنا أن المعارضة انسحبت الأسباب اتضح لنا أنها كانت واهية لا تستند على أساس واقعي ولا موضوعي ما فهمناش حتى ما دقيلا من ذلك التدخل اللي كان وانسحبه بشكل كيبال لنا غير عقلاني وغير مسؤول لأنه نورمال من ناحية الموضوعية أن الإنساء اللي كتحمة مسؤولية للدفاع عن مصايح الساكينة هو أنه يجلس ويناقش مع المعارضة ويناقش الأمور دياله ويطرحها بشكل موضوعي في إطار القانون أحترام تدابير للمؤطرة الجلسات والدورة ديال المجلس إذن انسحب المعارضة يستند على أساس واهي ما فهمناش حقاً ما فهمناش حقاً ما فهمناش حقاً ما فهمناش حقاً لأن المذكير ديس الوزير الداخلي ومذكير توجهه كما قلت لتوجهات الولايات والعمال أطرات هذه المسألة دياله أن الدورة تأجل لأن الوقت ليس كيسمح ونسلم عليكم محمد الله وشكراً عرفوا أن هذه الأغلبية هذه قدرنا قوة المجلس ككل من الأغلبية الخصوص لكن عرفوا أنها عدة ثقافة انفتاح وثقافة التواصل وثقافة نصر معلومة واحترام الفصل دوستوري سبع عشرين للاحق نصر معلومة فهي كتشوف أنها تخلق أول مرة وربما على السعيد الوطني أنها تقرص منه بتحديث باسم المجلس وخالية التواصل فعال إن شاء الله مراحي لما إعلام إطار وصول المعلومة وإشترك المواطنين في مناقشة الشئ العام وإحتاج إشتركها في خلق السياسة العمومية المحلية شكراً